اشتركوا في القناة جلا بينا مع بعض النهاردة برضو هنلعب احنا بنلعب بس عايزين نلعب دلوقتي مع الاعداد بتاعتنا من صفر لغاية تسعة اللي هي الوحدة التانية في الفصل الدراسي الاول الرياضيات بس احنا مش هناخد من واحد لغاية تسعة احنا هناخد الاعداد بتاعت الدرس الاول بتاعنا اللي هي واحد واثنين وتلاتة ده اول درس عندنا طبعا بنعرف نكتب واحد مش كده اللي هي واحد بالحساب بتاعنا فيه بقى عندنا واحد اللي هي كده دي بالحساب لكن فيه واحد واو وطولنا فيها يبقى فيه الف مد وبعدين حد واحد دال ايوة دي اللي باللغة العربية لازم نتعلمه هادي واحد اللي انا كتبتها هنا ايه وجنبها واحد اللي هي بايه بالحساب طبعزين نكتبه زيه اهو واحد سهلة مش كده ولا لأ بس اخد بالك اوعى تيجي من تحت الفوق لا اكتب من فوق لتحت كده ايوة واحد من فوق لتحت دي واحد طب دول ايه اتنين صح لكن باللغة العربية اسمهم ايه اثنان اثنان شايف سنانك لسانك طالع بين سنانك اث 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 الس اخد بالك من الحكاية دي مهمة اولا لما تيجي تقرأ اي حاجة فيها س ايوة تعمل كده س اث قول معاي اث بعدين نا نا يعني ايه يعني نون زي كده بس النون في النص لكن لو هي نون في الاخر كده هتتعمل كده احنا ما بنعملش النون اللي في الاخر دلوقتي احنا بنعمل اللي في النص اث نا في ايه هنا مد صح كده يعني مد بالالف نا 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 اهي النون التانية اللي بنحكي عليها جت اهي دي كده اث نا اهي مكتوبة هيا شايفها هي اللي احنا كتبناها دي طيب هو بقى بيقول لي انا هكتبلك بالعربي عشان ما تعبكشي وانت اكتب لنا بالحساب قول له تمام احنا بنعمل اتنين بتاعتنا كده طب بس هو عاملها اللي اتنين كده وما له صح اول ما اتجيلك في الكتاب كده اعرف ان هي اتنين اه لكن طبعا التانية دي كده هو دي اللي هي ايه تلاتة اه طيب واحنا بنكتبها كده ماشي صح نتبها كده زيهم برضو ماشي صح بس احنا عشان متعودين على دي واتنين اتنين تاني كمان عشان ايدينا تاخد عليها اهو تلاتة بقى تلاتة باللغة العربية يعني ايه يعني سالا 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 هو هتقول سالا لأ سالا في لام وبعدين المد وراها وسا اللي هي التلاتة نقط بتاعتها سالا سا سهتانة هون تو تو ته مربوطة اللي هي عليها النقطتين اللي احنا بنقول عليها تا مربوطة في الاخر وادي النقط بتاعت السا ادي سلاسة اللي هي برضو دي وجنبها تلاتة بتاعتنا بالحساب اللي انا ورتها لك اللي هي دي هنكتب زيها هنا اهو سلاسة هنعملها بالتلات سنة وسلاسة تاني بالتلات سنة يبقوا عرفنا واحد الكلمة بتاعتها بتكتب زي بالعربي وبتكتب زي بالحساب عرفنا اتنين اللي هي اسنان بنكتبها زي بالعربي وبنكتبها زي بالحساب ايوه وعرفنا سلاسة وعرفنا انها بتكتب بالعربي كده سلاسة وبتتكتب بالحساب اللي هي زي دي أمه ثلاث سنة خلاص كده عرفناهم خليكم فكرينه وتنسوه تعال نشوف بقى التمارين بتاعتنا بيجي بهم وهم التلاتة مع بعض جايب لي واحد عشان ده كلبه واحد اهو واحد وحط الواحد اللي بالحساب اثنان اللي هي اسمها اسم الرقق العدد بتاعنا والعدد نفسه هو اثنين يبقى اللي بالعربي ده ده الاسم بتاعها ده واحد اسم العدد بتاعنا واحد لكن العدد نفسه اهو هو ده العدد نفسه وده هو اللي بيعبر عن العدد اه ده اللي بيعبر عن العدد واحد دول شايفينهم واحد بس كلب واحد ودي برضو اثنان اللي هو الاسم بتاعها اثنان والعدد اهو اثنين اهو كتبها لك زي ما انت بتكتبها اهو وقادي العدد نفسه اللي هو اللي بيدل عليه هما الاتنين دول طيب هنا بقى ثلاثة اهي ثلاثة بتلاث سنة نخد بالك انت مش شايفة عشان هي صغيرة لكن هي ثلاثة اه وقادي قدامنا ثلاثة هم طيب بيقول خلاص عرفتهم يلا كده اقول معايا بقى دول كم واحدة كم قلم ادي قلم ودي اتنين شايفهم حطين ايدهم في قسطهم ازاي ايوة اتنين قلمين حلوين جمال بيغنوا باين ولا ايه يبقى يبقى نعمل على واحد ولا على اتنين ولا على تلاتة ايوة دايرة على اتنين بالزبط كده طب هنا دي كم تفاحة عندنا شايفينها دي كم تفاحة واحدة يبقى انا هعمله دايرة على ايه على الواحد بتاعتنا ايوة هحطها له كده اهو وهقول له ادي الواحد بتاعتنا طيب كلام جميل هنا بقى كام بط عندنا واحد اتنين تلاتة يبقى دي ولا دي ولا دي اول واحدة ولا التانية ولا التالتة هم؟ سلاسة تلكتب ازاي فاكرين؟ اولها ايه؟ مين يقول؟ ها؟ ها؟ ايوة سا وبعدين لا لم الف كده وبعدين خلصت؟ لأ لسه سا 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 تو ايوة دول النقطتين بتعطيها المربوطة ودي التلات نقط بتعصها جميل يكتب الكلمة دي ده ايه؟ اللي قدامنا هنا يا اما اكتب تلاتة زي دي كده هنا اهو ماشي طب هنا كام ده؟ واحد وا وا اوله ايه ده؟ وا في ايه وراها؟ وا ايوة ماد بالالف وا حي حي اه حي حا تحتها ايه؟ كسرة حي حي وبعدين د الدال واحد كده او اعمل هالو واحد كده طب دول ايه؟ هم؟ كان بكرة اتنين يعني باللغة العربية ايه؟ اه اثنان وراها اثنان او اكتب العدد نفسه اللي هو اثنين كده واحنا اتفقنا ان دول هم اسماء العدد ايوة ده اسم العدد ثلاثة وده اسم العدد واحد وده اسم العدد اثنان لكن دي هي الاعداد نفسها دي العدد ثلاثة وده العدد واحد وده العدد اثنين طيب هنا بقى بيقول لي اعمل ايه؟ ارسم داخل كل دائرة شكل بحسب العدد اسفلها يعني هنا بيقول لي كام دي؟ اتنين يبقى اعمل له ايه؟ اعمل له اتنين هنا واحدة كده وادي التانية كده ايوة وادي التالتة كده بس انت طبعا هتكبرهم شوية مش هتخليهم صغنانين لا هم دون كام واحد هم اتنين مش كده يبقى دي مش معانا دي اه اثنان اهم اثنان طب ودي ثلاثة يعني واحدة كده اهو ادي واحدة ايه كده اهو كده اهو واحدة وبعدين التانية ايوة وبعدين التالتة كده ثلاثة ودي ايه واحد بس واحد بس بص 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 انا بقى عمليه بص بص شايف التمانية دي اه شفت انا كده بتاعة ازاي نزلت جت من تحت طلعت على فوق وبعدين نزلتي تاني لسه انا مسك الالم اروح طالع بيه كده وامشي بيه كده واروح جاي افله هنا انا عملت ايه دلوقتي ايه دي نجمة ايوة صح ادي نجمة واحدة اهي طيب وادي اتنين وادي تلاتة كلام جميل طب هنا بقى بيقول لي ايه بيقول لي انا عايزك توصلي بين العدد المناسب يعني توصل الشكل اللي عندي دول بالعدد المناسب زي دي ده كتب واحد يبقى وصل ده مع الواحد ووصله مع كلب واحد طيب دي دي ايه دي اتنين اهي اتنين اهي صح طيب وبعدين وبعدين اروح اشوف ايه تاني اتنين ها مين يقول لي في الناحية التانية في اتنين فين فين ها ها اه في اتنين هنا ها صح بس ولي في تاني كمان مين يقول لي اه في تاني فين فين التانية ها ايوة هناخد من دي وهنروح على دي اوعد كن مش واخد بالك منها اه شوف بقى اللي اتنين دي اتوصلت بحاكتين اتوصلت بالديك دا والديك دا دي كينة همت وتوصلت بالفراش اللي هنا دا وتوصلت بالتفاق البرتقان ولا التفاق اللي محطوط دا طيب تعالا نشوف اللي بعدها اللي بعدها كام دول كام دول تلاتة هناخد تلاتة دي هنوديها معادي جميل وبعدين وبعدين نشوف بقى الجنب التاني دا فيه التلاتة فين يلا كده شاور لي عليه فين هي ايوة اللي فوق خالص هيطلع دا كده هاو كده هاو كده هاو كده هاو كده هاو كده غاية فوق خالص كده اهو تلاتة طيب الله طب ما فيه بقى هنا تفضلين تاني طب دي اوصلها مع مين هو ما قاليش مع ان هو كان مفروض يوصلها مع الواحد بتاعت وهو ما وصلهاش انا هوصلها لبقى وقوله انت نستها يا عم اهي دي مع الواحد دا بالزبط كده طب واللي اتنين دول مع الاتنين اللي احنا وصلناها يبقى اخد الاتنين دي واوديها مع الاتنين دي ياه شفت اللي عمل شكلها عمل ازاي الرسمة فيه هنا واحدة هو مع دا ومع دا ومع دا اه مع الكلب ومع الطرطة ومع الكتاب دول كلهم وصلتهم مع واحد طب واتنين طب واتنين خدنا الفراشة وخدنا الديك وديك وخدنا التفاحتين وخدنا الشمسيتين مش كده التلاتة بقى خدناها الكور الكوراتة اهي وخدنا التلاتة مع الظهور او الورود طيب كلام جميل شطار حبيبي تعالوا نشوفوا بقى هنا بيقول ايه الراجل جاوبلي عني الاسئلة اللي انا هسألها لك على علم مصر دي بيقوللي في اول حاجة كام لونا كام لونا كام لونا في علم مصر بس ملناش دعوة بالنصر متعدش النصر مع الالوان بتاعتنا هنقول له كام لون في علم مصر ها ايوه ها تلاتة اللي هو ايه وايه 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 في الولد ده اه الوجه بتاع الولد وشه بيقوللي كام ازنا بالوجه يعني كام ودنة عند الولد ده واحدة هيت ها في تاني ايوه واحدة هيت يبقى كام ازنا بالوجه كام اتنين اهي اتنين طيب كام انفا بالوجه في كام انف في وجهه ها ها منخيرك يعني في كام انف ها واحد جميل طيب كام عين في الوجه الوجه اللي قدامك ده في كام عين ها تلاتة هههه في كام عين في اتنين جميل طيب عدد اهرامات الجيزة مش انت عارف ان ديت هي الاهرامات دي ولا مش عارفها ده هي هي دي الاهرامات بتاعتنا اللي في مصر اه في الجيزة تلات اهرامات حد منكم راح شافها وانت رايح القاهرة قبل ما توصل للقاهرة بتبقى جديزة هتبص كده على الشمال هتلاقيهم بعيد شوية كده دول الاهرامات عددهم كام كام هرم عندنا كام هرم عندنا تلاتة بالزبط ادي واحد اهو ودي التاني اهو ودي التالت اهو تلاتة يبقى نكتب له عدد اهرامات الجيزة تلاتة جميل تعال بقى هنا نتعلم الترتيب اللي بنقول عليه تصاعدي وتنازلي الاول ابتدى هنا بايه ابتدى بواحد يا ترى هيبقى تصاعدي ولا تنازلي نبص كده هنا ادي الواحد تحت اهو تحت هنعمل ايه هتقول لي اه هنطلع السلم هنطلع يعني هنصعد باللغة العربية يعني يبقى هنا اسمها تصاعدي عشان بزود مش انت بتبقى واقف في الدور الاول بتطلع السلم بتروح على الدور التاني بتطلع السلم بتروح على الدور التالت جميل يبقى لما نرتب الاعداد هنا بقى هنرتب هنقول بعد الواحد في ايه اتنين جميل وبعد الاتنين في ايه في تلاتة جميلة واحنا ماشيين بالترتيب اللي احنا حفظين بيه الاعداد واحد اتنين تلاتة ده اسمه ترتيب ايه من يقول لي تاني ها طلوع لأ اسمه مش طلوع اسمه ايه ها تصاعدي اسمه ايه تصاعدي عشان بنصعد السلم من تحت الفوق اسمه تصاعدي طب احنا دلوقتي واقفين فيه مش طلعنا لغاية عند الدور التالت هنعمل ايه بقى بعد كده لما نيجي نعوز حاجة من الشارع هننزل يبقى من تلاتة ننزل على ايه على اتنين وبعدين ننزل على ايه على واحد شو بقولي ايه ننزل يعني ايه يعني تنازلي تنازلي يبقى من فوق واحنا نزلين اسمه تنازلي ومن تحت واحنا طلعين صعدين لفوق اسمه تصاعدي هنا بقى بيقول لي هنرتبهم هنا ترتيب ايه بقى هو بدأ بالتلاتة يعني هو في الدور التالت دلوقتي هينزل للدور الايه التاني وبعدين ينزل للدور الايه الاول يبقى دا اسمه ترتيب ايه قلنا عليه تنازلي واللي فوق دا ترتيب ايه تصا عودي خد بالك اللي اتنين في اوله امته اهي تصا في ايه هنا ايوة مد تصا عودي عودي عيندال يه تصا عودي بتكتب كده خليك فاكرها دي بتاعت اللي جاي من تحت رايح على فوق طالع والتانية اسمها ايه تنا تنا ايوة مد بالالف شطار تنا زو لي ايوة ته نون الف المد زاي اسمها زاي اه اللي هي الزين احنا بنقول عليها زين مش انت بتقول ريه زين لا هي اسمها في اللغة العربية زاي وبعدين اللام وبعدين اليه تنازلي دا بقى ايه نازل من فوق رايح لتحت جاميل طب احنا بقى بيسأل لي هو اتنين اكبر من مين تقدر تقول لي اكبر من مين ها اكبر من مين اللي اتنين اكبر من الواحد صح كده مظبوط مظبوط طب والواحد اصغر من مين اصغر من اتنين وبرضو الواحد اصغر من مين تاني وايضا هو بيتكلم على الواحد هنا قال لي اصغر من ايه وايضا يعني وتاني كمان اصغر من ايه اللي هو الواحد اصغر من الاتنين واصغر من ايه واحد اصغر من اتنين واحد اصغر من ايه تاني ها اصغر من تلاتة صح كده برافو عليكم شطار حبيبي عشان انا مبسوط منكم ان شاء الله حجلكم المرة الجاية عشان نكمل الاعداد ناخد بقى كم وكم وكم هناخد تلات اعداد زي ما خدنا هنا تلات اعداد خدنا واحد واثنين وتلاتة يبقى ناخد ايه بقى ايوة اربعة وخمسة وستة وعايزكم تحلوا التمارين كتير مع ماما والواحدك وتوري الماما بعد ما تخلص شاطر حبيبي شاطرة حبيبتي نكمل ان شاء الله المرة الجاية وباي باي يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته